بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثناوية البنين الصف الأول الثنوي العلمي والأدبي درسنا اليوم عن سماحة الإسلام كما تجلت في يوم فتح مكة صفحة 200 الدرس الخمسين الإسلام دين سماحة والإسلام هو دين السلام قام كفار قريش بتهجير المسلمين قبل خروجهم إلى مكة والمسلمون لم يقابلوا الإساءة بالإساءة بل قابلوا السيئة بالحسنة وهذه هي سماحة الإسلام في صلح الحديبية وفي فتح مكة وغيرها من حياة المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة سلما واتخذ عدة تدابير لدخول مكة أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على صرف وجوه المشركين فاعتمد عنصري المفاجأة والإحاطة أتم استعداده لمكة سرا ولم يخبر أحدا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش خمس أقسام وأمر على كل قسم قائد وأمرهم أن لا يقاتلوا إلا من قاتله ولم يحدث قتال إلا من جهة خالد بالوليد وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لأهل مكة فقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وذلك الاستمالة قلوب أهل قريش إلى الإسلام اثنين إعلان العفو العام دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا وطاف حول الكعبة وهو يردد جاء الحق وزهق الباطل اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أهل مكة قائلا ما تظنوني أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم ابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقة الدروس والعبر المستفادي من فتح مكة واحد أن الإسلام يحافظ على أرواح الناس اثنين حفظ مكانة الناس عند أقوامهم كما حصل مع أبو سفيان رضي الله عنه ثلاثي أن الإسلام ليس دين سيف ودماء وانتقام ولكن الإسلام هو دين عفو وسماحة والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة فيه وأتم التسليم على سيدنا محمد المباشر بسم الله الرحمن الرحيم أحكام المطعمات والمشروبات أولا الأطعمة التي يحرم تناولها قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الميتة هي كل ما مات مما يحل أكله من غير ذكاء كالمنخنقة التي ماتت الخنيقة أو الموقوذة التي ماتت بسبب الضرب أو المتردية التي ماتت بسبب سقوطها من علوه أو النطيحة التي ماتت بسبب النطيحة حيوان أو غيره أو التي أكلها السبع أو بسبب ذلك اثنين الدم المسفوح وهو ما سال من الحيوان نتيجة جرحه أو ذبحه أما الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح فلا يشمله التحريم لأنه يعسر أو يكون عندنا عسر في إخراجه واستثنية من الدم المحرم الكبد والطحال وميتة السمك والجراد ثلاث لحم الخنزير حرم الإسلام لحم الخنزير وكل ما ينتج عن لحم الخنزير وقد أسماه الإسلام لحم الخنزير ريس ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح تقربا لغير الله تعالى الحمر الأهلية وهي المقصود فيها الحمير التي تعيش وموجود بين الناس كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطيور يعني الحيوانات التي لها أنياب قوية يقطع بها فريست من اللحوم ويتغذى عليها مثل الأسد والنمر والفات هذا كل حرام والتي لها مخلب وهي التي اصطاد فريستة بمخالبها كالنصر والسقر هذا حرام ثانيا المشروبات التي يحرم تناولها حرم الله عز وجل الخمر وكل ما يلحق بها وكل تسميات الخمر حرام من أنواع الخمر والنبيذي وغيرها هذا كله حرام ويلحق بالخمر في التحريم المخدرات وكل مادة نباتية أو كيميائية أو سائلة لها تأثير على العقل أو أنها تشل نشاط العقل وتغطي العقل والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد